التواصل معكم من جديد باتها من الواضح أهمية الصحة النفسية وتأثيرها على جودة الحياة وإنعكاساتها المهمة على صحة الجسم بشكل عام حيث أنها الصحة النفسية شأنها كشأن باقي جهزة الجسم حيث من الممكن أن تتعب تمرض وتحتاج للعلاج والله كثير الصحة النفسية عبارة عن حالة من العافية معنا اليوم الأخصائية نفسي محمد العور الحديث أكثر عن هذا الموضوع محمد صباح الخير صباح الخير ليلة كراء نورنا كيفك الله يخليك شباب وإن شاء الله اليوم نعطي المعلومات لكل المشاهدين بكل أريحية طيب أنا في عندي هون سؤال معلومة قلت يقول الصحف الأمريكي مارك توين كن حذرا وأنت تقرأ كتب الصحة فقد تموت بخطأ مطبعي يعني هاتنعرف للمشاهدين مفهوم الصحة النفسية وتذكر أن الخطأ المطبعي قد يتسبب بوفاة أحدهم أكيد أولا مفهوم الصحة بشكل عام حسب تعريف منظمة الصحة العالمية اختلف الصحة قديما كانت تعرف على أنها خلو الإنسان من المرض العضوي أو من المرض الجسدي اليوم منظمة الصحة العالمية أصبحت تعرف الصحة بأنها خلو الجسم من المرض العضوي وحالة تعافي الجسم أيضا من المرض العضوي وأيضا من المرض النفسي بمعنى أن المرض النفسي والمرض العضوي أصبح يؤثر كل منهما على الآخر أغلب الدراسات العلمية وأغلب الأبحاث التي أجريت مؤخرا أصبح تؤكد على أهمية الصحة النفسية وأهمية الصحة الجسدية وكيف يمكن أن تؤثر الصحة الجسدية في الصحة النفسية وكيف يمكن أن تؤثر الصحة النفسية في الصحة الجسدية الصحة بشكل عام هي حالة تعافي الإنسان من المرض النفسي من المرض الجسدي من المرض الاجتماعي بالنسبة لمفهوم الصحة النفسية الصحة النفسية اختلف المتخصصين في مجال علم النفس والعلوم الإنسانية في تعريف معنى واضح ومحدد لما تعنيه الصحة النفسية ولكن أغلب المتخصصين في مجال العلم النفس من الأخصائيين النفسيين ومن الأطباء النفسيين أجمعوا على أن الصحة النفسية تعني قدرة الإنسان على التكيف النفسي والاجتماعي مع الظروف الحياتية المختلفة قدرة الإنسان على الاتصال والتواصل والتفاعل مع الناس المحيطين حوله وقدرة الإنسان على حل المشكلات التي يمكن أن تواجهه في حياته بطريقة منطقية وبطريقة عقلانية بعيدة عن الحلول العشوائية والفوضوية والغير مدروسة والتي يمكن أن تؤثر على جوانب حياة الإنسان المختلفة كيف ممكن للإنسان أنه يكتشف أو للشخص أنه فعلا مصاب بشيء له علاقة بالمرض النفسي؟ أولا لابد من التأكيد على نقطة مهمة جدا النفس تمرض كما يمرض الجسد وهذه الحقيقة لأغلب أفراد مجتمعنا بنكروها يعني اليوم في مجتمعنا كثير من الناس يعتقدوا أنه من الطبيعي أن يصاب الإنسان بمرض عضوي كالسكري أو الضغط أو القلب أو الكانسر على سبيل المثال ومن الطبيعي أيضا أن يتعاملوا معه بكل أريحية بعيدا عن الخوف من ماذا ستكون ردة المجتمع حوله ولكن المجتمع يحجم حقيقة عن الاعتراف بأنه مصاب بمشكلة نفسية أو بإضطراب نفسه حتى نحدد من هو الإنسان السليم ومن هو الإنسان المريض هذا جميل يعني هون نكون عشان كل المشاهدين يعرفوا أكيد يعني أولا لابد من التأكيد على أن الأمراض النفسية والإطرابات النفسية هي كثيرة ومتنوعة أبرز الإطرابات النفسية المنتشرة في مجتمعنا منها القلق مثلا على سبيل المثال منها الاكتئاب منها الفصام منها الخوف وقته بالضغط بالضبط مية بالمية وأمراض وإطرابات نفسية كثيرة ومتنوعة كيف يمكن لي كإنسان أن أحدد بأنه هل أنا أعاني من مشكلة نفسية أو لا إذا كانت المشكلة تتكرر مع الإنسان لأكثر من مرة هذا مؤشر على ماذا ممكن شو المشكلة شو ممكن يصير معاه في البيت بالشارع بالعمل نأخذ على سبيل المثال مشكلة القلق النفسي القلق هي مشكلة نفسية وإطراب نفسي منتشر عند الكثير من أفراد المجتمع وكل أفراد المجتمع يعانوا من هذه المشكلة تقريبا عندما أذهب إلى تقديم امتحان من الطبيع أن يصبح لدي قلق نفسي اتجاه هذا الامتحان أو كيف سيكون شكل الامتحان ولكن إذا أثرت مشكلة القلق على نفسيتي أثرت على جوانب حياتي المختلفة سواء كانت الجوانب النفسية، الجوانب الاجتماعية، الجوانب المهنية، الجوانب العائلية أو الأسرية هذا مؤشر على ماذا؟ على معاناة الإنسان من مشكلة أو اطراب نفسي إذا تقررت مشكلة القلق في حياة الإنسان لأكثر من مرة كمان هذه مشكلة على أنه الإنسان يعاني من اطراب نفسي درجة ظهور القلق عند الإنسان يعني كل إنسان فينا يقلق ولكن هناك بعض الأفراد عندما يعانون من القلق النفسي نستطيع أن نحن أفراد عاديين أن نحدد بأنهم يعانون من مشكلة من خلال سلوكياتهم، من خلال تصرفاتهم، من خلال ردة فعلهم تجاه الأشياء والموقف المختلفة هنا سؤال على هذا الموضوع ممكن طالب، ممكن أيضا متعلم، مثقف، وحدثت زوجي في البيت بأنه تكون سليمة وما فيش ولا أي شيء فجأة بتلاحظ العوامل اللي عمالك بتحكي فيها بدأت تظهر ممكن يعني هذا سبب الرئيس هو ضغط وتوتر وقلق فعلا ولأنه بيكون فيه هناك شيء أصاب الإنسان بعد تراكمات ممكن ما كانش يحكي عنها أمور لها علاقة بماديات مثلا يعني سؤالك جميل رائد المشكلة النفسية أو الإطراب النفسي هناك مجموعة من الأسباب هي التي تحفز على ظهوره في غالب الأحيان من ضمنها العامل الوراثي بحيث أنه أغلب الأفراد اللي بعانوا من مشاكل وإطرابات نفسية في التاريخ الوراثي بيكون فيه آبائهم أو أمهاتهم أو حدا من أقربائهم بعانوا من مشكلة أو إطراب نفسي وبالتالي هذا الإنسان بيكون معرض للإصابة بمشكلة أو إطراب نفسي أيضا الضغطات النفسية المتزايدة الضغطات النفسية المتراكمة على كاهل الإنسان تؤثر عليه بطريقة سلبية وتؤثر على نفسيته وتؤثر على جوانب حياته المختلفة ومن الطبيعي أن يصبح الإنسان يعاني من مشكلة نفسية إذا وصل إلى مرحلة لا يستطيع أن يتحمل من خلالها هذه الضغطات أيضا هناك نقطة مهمة جدا نعم تحفز على ظهور المشكلة أو الإطراب النفسي ويمكن هذه إحنا بتميزنا كمجتمع فلسطيني بما أنه إحنا مجتمع نرزح تحت الاحتلال منذ سنوات طويلة موضوع معاناة الإنسان من الصدمة النفسية ونحن نعرف أن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع الصدمات النفسية والصدمة النفسية علميا هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حدث مفاجئ غير اعتيادي يؤدي إلى قاهر قدرة الإنسان وعدم قدرته على مزاولة نشاطه وحياته بشكل طبيعي بمعنى أن الإنسان يكون ماشي في حياته بشكل طبيعي ما بيكون بعاني من أي مشاكل معينة تأتي الصدمة وتقتحم حياة الإنسان وتصبح تؤثر على جوانب حياة الإنسان المختلفة من صفات الصدمة أنه بتكون مربكة وبتكون مفاجئة وتفوق قدرة الإنسان على تحملها يعني الإنسان ما بقدر يتحمل هذه الصدمة عشان هيك بنسمع أنه فلان من الناس صابوا نوع من الانهيار النفسي لماذا؟ بفعل الصدمات النفسية التي نتعرض لها كمجتمع فلسطيني بشكل خاص وكأفراد مجتمع بشكل عام فلا يوجد إنسان معفي من الإصابة بالمشاكل أو الإطرابات النفسية ولكن نحن في مجتمعنا الشرقي بشكل عام وفي مجتمعنا الفلسطيني بشكل خاص نتعامل مع مجال الصحة النفسية بنوع من الاستخفاف أولا نتعامل مع مجال الصحة النفسية بنوع من النظرة السلبية اتجاه ماذا؟ اتجاه من يعاني من المشكلة ومن يتعامل في هذا المجال حتى إحنا كأخصائيين نفسيين لسنا معفيين من نظرة ومن تعليقات المجتمع حولنا طب جميل جدا سؤال هنا المرض يرتبط بالمرض ربما المرض الجسدي يؤثر على الإنسان ويصبح يعني خلينا نقول مريض بشغلتين تنتين بأنه عنده مرض جسدي وبعد ذلك وبنفس الفترة أصيب بمرض نفسي حسرة على نفسه مية بالمية ما تفضلت به رائد يعكس يعني عشرات الحالات الموجودة في مجتمعنا أنا تعاملت مع كثير من الحالات المصابة بسرطان الثدي مجموعة من النساء سرطان الثدي هو عبارة عن مرض عضوي ينتشر لدى الكثير من النساء في مجتمعنا جزء كبير من هؤلاء النساء لم يستسلمنا إلى المرض وبنا نوضح قبل ما أوضح كيف آلية العمل مع هذه الحالات بنا نوضح أنه فيه إشي في مجالنا يسمى بالاضطرابات أو بالأمراض السايكوسوماتية الأمراض السايكوسوماتية هي الأمراض العطوية التي يكون منشأها نفسي وهذا يؤكد على ما تفضلت به أخي رائد من ترابط الصحة النفسية بالصحة الجسدية الكثير من الأبحاث اليوم بتقول على أنه العلاج النفسي مع الكثير من الأشخاص أو مع كثير من الأفراد المصابين بأمراض عضوية هو يساهم بدرجة كبيرة في مساعدة هؤلاء الأشخاص على التخلص أو التخفيف من الحالة المرضية التي يعانون منها وأكبر مثال على ذلك تجربة الشخصية مع العديد من النساء المصابات بسرطان الثدي اللي ما استسلم لفكرة المرض على العكس من ذلك تعامل مع المرض بنوع من العقلانية بنوع من المنطقية ماشين بالعلاج العضوي أو بالعلاج الجسدي وبالاتجاه الآخر أيضا ماشين بالعلاج النفسي بعد فترة أخي رائد تبين بأن هؤلاء النساء شفينا تماما من هذا المرض والأبحاث العلمية اليوم بتأكد على أن الإنسان الذي يهتم بالعلاج النفسي وخصوصا المصاب بمشكلة أو اضطراب عضوي العلاج النفسي أو المتابعة النفسية أو الجلسات النفسية تنعكس بشكل إيجابي على الحالة الصحية لإله وتعمل على تقوية جهاز المناعة لديه فيكون لدى الإنسان القدرة على مواجهة المرض بشكل أفضل مقارنة إذا لم يكن هناك علاج نفسي محمد في نفس الاتجاه ولكن من زاوية أخرى ممكن أن المرض النفسي يؤثر على الجسد أيضا مثل ما حكينا بأن الجسدي يؤثر نفسي والنفسي يؤثر على الجسد ممكن في بعض من ذكرت من النساء والله أصيبت واحدة من الستات بهذا المرض وممكن يؤثر على جسمها بأنه إن كانت وزنها 70 كيلو تصبح 50 كيلو فممكن النفسي أيضا يؤثر على الجسدي وبشكل كبير ممكن يكون فيه توهمات عند الإنسان أنه أنا والله ممكن معي السرطان وأنا معيش فبلحظة تحس بأنه بشهر بشهرين هذا صار نصف البني آدم يعني هناك مقولة شائعة تقول شيئان قاتلان الهم والفم الفم ماذا تأكل أنت كإنسان ماذا تأكل إذا كان أكلك صحي أو لا والهم هو مرتبط الأمور النفسية هذه المشاكل أو هذه الإطرابات تكون ناتجة من أفكار لا أساس لها كثير من الناس يعانون من ما يسمى بتوهم المرض مثل ما تفضلت أخي رائد يتوهم أنه مصاب بمرض أو مصاب ببداء كالسرطان على سبيل المثال وهو في حقيقة الأمر لا يعاني من هذا المرض ولكن هذه الخيالات أو هذه الهواجز أو هذه الأفكار الغير منطقية تؤثر على جوانب حياة الإنسان المختلفة ويمكن أنه يتأثر على بنية الجسدية يصير يعاني من نوع من الإرهاق يصير يعاني من نوع من التعب يصير يعاني من نوع من الإرهاق الجسدي يصير يعاني من فقدان الشهية نقص الوزن وأعراض جسدية كثيرة ومتنوعة ممكن أنه يعاني منها موضوع مهم جداً هو موضوع العمل في الشركات العمل في كل مكان دعونا نقول بأنه ما الممكن الذي يسببه للإنسان من ضغط نفسه والإصابة بشيء له علاقة بالصحة النفسية يعني أولاً الكثير مننا كأفراد مجتمع لا يوجد لدينا نوع من تنظيم الوقت ولا يوجد لدينا أيضاً فصل بين الأشياء العملية المرتبطة في عملنا والأشياء الشخصية المرتبطة بحياتنا الخاصة هناك خلط بين هذين الجانبين بمعنى أن الإنسان اللي بداون في مؤسسة معينة دوامه ما بينتي عند الساعة ثلاثة أو ساعة أربعة لا على العكس من ذلك دوامه بظل مستمر معه حتى أثناء وجوده في البيت هناك فروقات فردية بين الناس جزء كبير من الناس يتحمل هذا الضغط والجزء الآخر من الناس لا يتحمل هذا الضغط فيكتشف بعد فترة من الزمن أنه أصبح غير قادر على الاستمرار في هذا العمل وبالتالي يصبح مقصر في الجوانب الأخرى إذا كان بعطي جزء من وقته لعمله هذا بينحكس بشكل سلبي على ماذا؟ على الجوانب الخاصة في حياته فبنلقي مقصر في أطفاله مقصر في زوجته مقصر في الجوانب الاجتماعية الموجودة حواليه مقصر في قدرته على الاتصال والتواصل مع الناس المحيطين فيه فبوصل الإنسان لمرحلة بصيبه نوع من ماذا؟ نوع من الاحتراق الوظيفي ونرى هذه الحالات في الكثير من مؤسساتنا والكثير من شركاتنا والكثير من أماكن عملنا المنتشرة في مجتمعنا فالإنسان لابد أن يفصل بين الجوانب المهنية الجوانب العملية والجوانب الحياتية أو الجوانب اللي لها علاقة بحياةه الخاصة أو بحياةه العائلية أو حياةه الأسرية بالإضافة إلى ذلك يجب على الإنسان أيضا أن يعمل نوع من المساندة الذاتية يعني من الطبيعي أنه كل فترة الإنسان يتعب الإنسان يرهك هذا الجسد والجسد لديه قدرة على التحمل فالإنسان يعمل بعض الأنشطة بعض الأشياء اللي ممكن تريح نفسيته من ضمنها ممارسة الرياضة بشكل مستمر زيارة الناس وتنمية الجوانب الاجتماعية والمواقف الاجتماعية الموجودة حوالي أيضا ممارسة الهوايات اللي بمتلكها الإنسان والعمل على تعزيزها والعمل على تنميتها هذا يخفف من الضغطات النفسية اللي ممكن يتعرض لها الإنسان في حياته حمد نحكي عن مرحلة العلاج قبل ما نحكي كأخصائيين نفسيين حول هذا الموضوع نبدأ يعني دعنا نقول من البيت الوالد مع ابنه، الزوج مع زوجته الأم مع ابنتها أنه كيف ممكن يكون هناك معاملة معالجة في البيت دعنا نحكي مساعدة ليس معالجة، المعالجة تكون عندكم ولكن تبدأ من البيت عندما الواحد يصاب بحالة نفسية من أي شيء، كيف ممكن نتعامل بهذا الموضوع؟ أولا رائد لابد من التأكيد على نقطة مهمة جدا الإنسان هو نتاج البيئة الذي يعيش فيها هو يؤثر ويتأثر منها إذا كانت البيئة التي يعيش فيها الإنسان بيئة إيجابية بيئة داعمة، بيئة محفزة هذا سينعكس بشكل إيجابي على ماذا؟ على شخصية ونفسية الإنسان الذي يترعرع وينشأ في هذه البيئة وبالتالي يصبح هذا الإنسان متوازن نفسيا واجتماعيا وجسديا مع نفسه ومع الآخرين من حوله وإذا كانت البيئة التي ينشأ ويترعرع فيها الإنسان بيئة منكرة للمرض أو المشكلة التي يعاني منها بيئة تتعامل معه بنوع من الإجحاف بيئة تنكر حقوقه بيئة لا تتعامل معه كإنسان هذا سينعكس بشكل سلبي على شخصية وعلى نفسية الإنسان فينتج إنسان ضعيف، إنسان لا يوجد لديه مسؤولية إنسان لا يوجد لديه ثقة بنفسه إنسان غير قادر على الاتصال والتواصل مع الناس المحيطين فيه إنسان غير قادر على حل المشكلات التي يمكن أن تواجه في حياته بطريقة منطقية وعقلانية وأنا دائما أقول الأسرة هي الحلقة الأولى وهي الحلقة الأقوى التي يمكن أن تسقل شخصية الإنسان لأن الإنسان في المراحل الأولى من نشأته يكون عبارة عن صفحة بيضاء الأسرة والناس المحيطين فيه هم من يعمل على سقل وتنشئات هذه الشخصية فإذا كانت الأسرة إيجابية في تعاملها مع ابنها، هذا سينعكس بشكل إيجابي على شخصيته وإذا كانت تعاملها سلبي هذا سينعكس بشكل سلبي على شخصيته شكراً محمد العوري إن شاء الله خلال الأيام القادمة خلال الأسبوع الأسبوعين القادمين سنستكمل حديث عن هذا الموضوع وتحديداً رحلة العلاج كأخصائيين نفسيين حول هذا الموضوع كيف تتعاملوا مع خلينا مبدأوا للمرضى ولكن الناس اللي بيعانوا من شيء إلو علاقة بهذا الموضوع شكراً جزيلاً لحضرتك محمد العوري أخصائياً نفسياً الآن ننتقل مشاهدنا الكرام إلى الزميلة ريمة المصري وما أعدته لنا من معلومات صحية في فقرة لصحتك